نقدرون قلوب الناس الذكاء لديهم نضج أو نضج رياضي ولو يتكلون على صحةهم أكثر من الجمال كان دائماً 30% من نساء الذين يمارسوا رياضة للجمال الجسم ولكن كان 70% من نساء الذين لديهم نضج لكي يلتوا بصحةهم ويحسن الهدف من مؤسرة رياضة هو تحسين الصحة وهذا ما يتقابلون في هدف واحد ممارسة رياضة وتانيت بزاف النساء أيضاً يقدرون قلوب لهدف ثالث ينحووا الثلاث على جورني باش تانيت يخرجوا من بلاك حياتهم اليومية كأم ولا حياتهم المهنية ليخدموا في المجتمع الإقبال في الرياضة النساء بزاف يحوسوا على الفيتناس يحوسوا على التدريب في المجموعة الهدف من التدريب في المجموعة هو التحفيز بلك نساء يتلاقوا هنا باش يديروا بلك مجتمع رياضي أيضاً من قوله تانيت كان فئة واحدة أخرى من نساء اللي يحوسوا على مسكولاسيون بناء الجسم تحهم تانيت يرفعهم من كتلة العضلية أيضاً بزاف نساء اللي الحاوم اللي تانيتمون الحمل تحهم يحوسوا يعودوا يرجعوا ليقلب الدنيا أيضاً كل واحدة عندها هدف معين ممارسة رياضية نحن كقعة رياضية الهدف تعنا سيهو تلبية طلبات الرياضية تلت أهدف ضغط نفسي ولا جمع الجسم للصحة هما هدف مشترك كينديروم رياضة ننصح نساء الجزائريات يمارسوا رياضة في المنزل وفي القاعة الرياضية ولا في نادي خاص بالنساء المهم وممارسة رياضية باش تكتسب صحة كما قلنا ديفولة تانيت تخرج من الروتين تاحا وأيضاً تانيت تحوس على الجانب الجمالي باش تكون وممارسة في الجسم تاحا قولوا بليل استيتيك حاجة مهمة عند الرجال عند النساء بصح الأهمية أكتر عند النساء يحوسوا يكونوا راضيين بالجسم تاحهم نحن كمدربين نياضيين نعطوهم نصائح بصح كل واحدة كيف تحب تكون يكون الجسم تاحا كانت تحب تكون عندنا حافة كبيرة كانت تحب تكون عندنا كتلة عضلية كبيرة كانت تركز على مناطق من الجسم تاحا وين تزيد الحجم فيهم كل واحدة ووشنوها بالك الجسم المثالي اللي تحبوه نحن كمدربين نياضيين نحوسوا نردو طلبات تاحا ونعاونوها ستوف من جانب التقوية البادنية ونحوسوا نلقاو الجسم اللي هي المثالي بالنسبة لها